أهلا بكم في موقع التجربة اليوم رح نشرح عن الأعداد الكمية ممكن نحكي لها quantum numbers هاي الأعداد الكمية هي عبارة عن أعداد بتوصف الإلكترونات بتتمثل في عدد الكمي الرئيسي N عدد الكمي الثانوي L عدد الكمي المغناطيسي ML و عدد الكمي المغسلي MS عدد الكمي الرئيسي N هو المستوى الرئيسي اللي بيكون موجود في الإلكترون ممكن يكون N1, N2, N3, 4, 5, 6 للآخر هو نفسه عدد الدورات في الجدول الدوري إذن N ممكن يكون رقم صحيح 1, 2, 3, 4 إلى آخر عدد الكمي الثانوي L بعبر عن المستويات الفرعية الموجودة جوه المستوى الرئيسي N يعني هون في عنا المستوى الرئيسي N1 ما في إلا مستوى فرعي 1 المستوى الرئيسي N2 هون في مستويين فرعي 2 المستوى الرئيسي N3 في ثلاث مستويات فرعية هلا هاي المستويات الفرعية في إلاها رموز ومنقدر نعبر عنها مثل هيك إذن في المستوى الرئيسي الأول زي ما حكينا فيه مستوى فرعي 1 منسميه S المستوى الرئيسي الثاني فيه مستويين فرعيين هم هدول S و P إذن هذا S هذا S و P المستوى الرئيسي الثالث فيه ثلاث مستويات فرعية من إذا نحكي لهم S P و D هم نفسهم هون S و P و D الرابع فيه أربع مستويات S S P D F رح نوقف عند المستوى الفرعي F لأنه هو أكتر إشي أكتر مستوى أو أعلى مستوى منقدر نشتغل عليه عشان إحنا هلا منحكي عن أعداد كم أو عدد منقدر هاي المستويات الفرعية نرمزلها في أعداد S منرمزله بصفر العدد صفر P 1 D 2 F 3 هاي أعداد فقط أعداد لا غير بتعبر عن المستويات الفرعية هي بالأساس بتعبر عن شكل المستوى الفرعية بس إحنا ما رح ندخل في أشكال المستويات الفرعية هي شوي معقدة ومش مطلوبة منها هلا نحكي أكتر عن المستويات الفرعية المستويات الفرعية ممكن إحنا نشبيها بالمقاعد الدراسية المستوى الأول زي ما حكينا هو S المستوى الأول S في مقعد واحد المستوى الثاني أو المستوى الفرعي الثاني P فيه 3 مقاعد المستوى الثالث D فيه 5 مقاعد والمستوى الرابع F فيه 7 مقاعد بس إحنا في الكيمياء ما منحكي مقاعد فهاي المقاعد أو هذه المستويات اللي جوا المستويات الفرعية منسميها أفلاك إذن المستوى S فيه فلك واحد المستوى P فيه 3 أفلاك د في خمس أفلاق وف في سبع أفلاق طبعا إحنا في الكيميا ما رح نرسم مقاعد رح نرسمه على شكل شحطات هاي عدد الأفلاق S1 3 P 5 D 7 F طيب هلا بدنا نيجي نوزع الإلكترونات جو هاي الأفلاق كيف بدنا نوزعها نتذكر مرة تانية المقاعد المقاعد هاي خلينا نحط أو نتذكر إنه كل مقاعد بوسع إلكترونين إذن كل مقاعد بوسع إلكترونين لو حطينا في كل مقاعد إلكترونين بعدين من عند الأفلاق يعني المستوى S كل ياته رح يوسع إلكترونين المستوى P هم ثلاث مقاعد كل واحد بوسع إلكترونين فرح يوسع في الآخر P 6 إلكترونات المستوى D كل واحد في إلكترونين وهم خمس مقاعد فرح يوسع عشر إلكترونات وبهاي الطريقة منحسبها نفس الإشي للمستوى F اللي فيه سبع مقاعد أو سبع أفلاك كل واحد بوسع إلكترونين بطلعوا في الآخر 14 إلكترون في المستوى F ممكن بطريقة تانية نرسم الإلكترونات هون عند المستوى S بوسع إلكترونين المستوى S كمان إلكترونين P6 إلكترونات S إلكترونين P6 إلكترونات وD بوسع عشر إلكترونات لو فيه F بوسع 14 إلكترون هلا هون مقدر نعد كل مستوى رئيسي أكم إلكترون فيه يعني المستوى الرئيسي اللي هو N1 فيه مستوى فرعي واحد اللي هو S بوسع إلكترونين المستوى الرئيسي N2 فيه مستويين فرعيين S و P واحد بوسع إلكترونين والتاني بوسع ست إلكترونات فكلهم بطلعوا 8 إلكترونات المستوى الرئيسي N3 في S و P و D 2 و 6 و 10 بطلعوا كلياتهم مع بعض 18 إلكترون وهيك منكمل على N4 هلا بما إنه إحنا بنحكي عن أعداد كمية فلازم نوصف الأفلاك الجوانية هاي عن طريق أعداد كمية فهون بيجي دور ML أو العدد المغناطيسي اللي بده يوصف اتجاه كل فلك من هاي الأفلاك يعني تخيلوا مرة تاني في عندي هاي المقاعد فرضا في عندي الثلاث مقاعد الموجودين في المستوى الفرعي P بدي أوصف كل مقاعد فيهم عشان أعبر أو عشان أميز كل مقاعد عن الثاني لازم أوصفه فهون بيجي دور ML إذا كان عندي مقاعد واحد اللي هو S أو فلك واحد هو اتجاهه هيكون باتجاه السفر P هيكون اللي في النص المقاعد الفنص أو الفلك الفنص سفر بعدين موجب واحد سالب واحد ML تاعة أفلاك دي باخد الفنص هم خمسة ففي النص سفر هيكون بعدين موجب واحد موجب تنين سالب واحد سالب تنين أنا هيك عم بوصف الأفلاك الداخلية تاعة المستويات الفرعية بالنسبة لأفهم سبع مقاعد باخد الفنص اللي هو سفر بعدين بمشي على اليمين موجب واحد موجب تنين موجب تلاتة سالب واحد سالب تنين سالب تلاتة هذا هو العدد المغناطيسي اللي بوصف اتجاه كل فلك من الأفلاك هاي في البوصويات الفرعية والأفلاك الداخلية فيها إلكترونات راح نبلش نعبي فيها طبعا هاي الإلكترونات زي ما حكينا من أول إنها موجودة في كل فلك من الأفلاك بدنا نتذكر ونعرف إنه كل فلك بوسع إلكترونين بس كيف هدول الإلكترونين بترتبوا؟ هون بيجي دور عدد الكم المغسلي رح يوصفها اللي هو MS كيف هيوصفها؟ عدد الكم المغسلي بيحكي لك إنه هدول الإلكترونين لما يقعدوا جنب بعض بنفس الفلك واحد فيهم راح يلف باتجاه اليمين والتاني راح يلف باتجاه اليسار ليش؟ عشان ما يصير في بيناتهم قوى تنافر لإنه الإلكترونين شحنتهم سالبة فكيف بدنا نعبر عن هذا الإشي؟ سالب نص أو موجب نص الرقم نص هذا لإنه كل إلكترون بياخد نص فلك فهلا كيف بدنا نرسمهم؟ في الفلك S مثلا نرسم الإلكتروني اللي بيلف على شقة اليمين بعدين الإلكتروني اللي بيلف على شقة اليسار بعدين بدنا نجي نعبي الفلك D بدنا كمان نعرف إنه أول إشي منعبي كل الإلكترونات اللي بتلف علىه بنفس الاتجاه بعدين منعبي الإلكترونات اللي بتلف بالاتجاه المعاكس عشان نعبي الفلك D منعبي كل الإلكترونات اللي بتلف بنفس الاتجاه في كامل الفلك منخلصها وبعدين منيجي نعبي الالكترونات اللي بتلب في الاتجاه المعاكس وطبعا هذا الاشي بيعتمد على العدد الالكترونات اللي احنا بنعطيكم اياها ونفس الاشي هيصير في الفلك F السؤال عشان نختبر مدى فيهمنا للمادة خلينا نوصف الاعداد الكمية الاربعة لاخر الكترون في التوزيع الالكتروني لالكبريت او السلفر طبعا نعمل توزيع الالكتروني في عندي اتنين فيديوز لطرق لتوزيع الالكتروني بناخد اخر فلك نتذكر N هو الرئيسي الرئيسي يعني هو نفسه عدد الدورة اذا N في اخر فلك او لاخر الالكترون هيكون 3 N يساوي 3 السؤال كان عن اخر الالكترون عشان اخذت الثلاثة L او المستوى الفرعي هو ياسيا بي يدي ياف طبعا احنا هاي هون عندنا مبين طلع P بس متذكرين لما حكينا بنوصفهم في ارقام SPDF فاحنا بنوصف P برقم واحد اذا L واحد ML او العدد المغناطيسي سهلا بنعرف العدد المغناطيسي اللي موجود في الالكترون راح نضطر نرسم الافلاك ما راح نرسمها على شكل مقاعد راح نرسمها على شكل شحطة زي هيك هلا هاي P فP فيها 3 افلاك بنرسم ثلاث افلاك هاي الثلاث افلاك بدنا نوزع فيها اربع الكترونات خليني انتبه واحد تنين ثلاثة الرابع هايو احنا بنحكي او السؤالي كان عن الالكترون الاخير فهايو اخر الالكترون انا رسمته طيب بنوصف ML اللي هو العدد المغناطيسي للفلك الموجود في الالكترون الاخير زي ما قلت لكم عشان نوصف ML هذا سفر هذا موجب واحد هذا سالب واحد الالكترون الاخيري هايو هون موجود اذا ML له سالب واحد MS رح تكون يا اما موجب نص يا اما سالب نص بما انه بدور بالعكس اذا رح نوصفه سالب نص مثال تاني اكتب العدد الكمية لوصف اخر الالكترون في ذرة الحديد بعد ما نعمل التوزيع الالكتروني منشوف انه اخر الالكترون هاي هون موجود في 3D6 3 هي N عدد الكمي الرئيسي L عدد الكمي الفرعي هايو دي وزي ما تذكرنا انه احنا منوصفهم في ارقام فدي منرمز له 2 اذا L 2 هلا ML لازم نرسم الافلاك تاعد دي عشان نعرف ML الموجود فيها الالكترون دي فيها خمس افلاك منرسم خمس افلاك 1 2 3 4 5 عندي ست الالكترونات واحد مننبلش في الالكترونات اللي بتتجاه باتجاه معين لفوق 1 2 3 4 5 بعدين اللي بالعكس هاي السادس اذا السادس كان موجود هون يعني احنا بنوصف الفلك هذا طيب هلا ML منبلش في الفلك الفلنص هذا بنرمز له 0 موجب 1 موجب 2 سالب 1 سالب 2 اذا الالكترون تاعي موجود في الفلك سالب 2 بكتب سالب 2 MS يائما موجب نص او سالب نص لانه لتحت السهم فهو سالب نص هلا بدي اياكم تعملوا لاخر الكترون موجود في الالمينيوم عدد ذره 13 اذا بتحبوا تعملوا التوزيع الالكتروني لما تعملوا التوزيع الالكتروني بتاخدوا اخر الكترون وكتبوا لي الاربع افلاك او الاربع اعداد كمية وكتبوها في الكومنتات